مسيرة طويلة بالفن والأعمال الدرامية الموهبة اليوم برأيك شو معيار الموهبة أو النجومية والله هو مو بس موهبة هو إحساس يعني الموهبة بتسغل الإحساس فبيطلع الشي صح يعني أنا لأ لما اشتغلت أول مرة دور أم كنت بالأردن اشتغلت بشكل حطولي ماسك على وشي ثلاثة أيام كبروني أنا كان عمري تقريبا بالأربعة وعشرين كبروني سبعين سنة لأنه يكون محمود سعيد ابني وممثل أردني كمعا من فول ستين عمره كان هو جوجي فأنا كان بس بحكي يعني أكل ما باكل كنت أخذ بس شي نيموني مشان ما يتغير الماسك على وشي ثلاثة أيام لحتى راح المخرج إنه قرر بثلاثة أيام يكون ريحني من الماسك إنه كانوا خايفين عنه وشي يحترق وكانت أول دور بأخذوا أنا كجدة وكان حلو الكثير بالأردن كنت تخافي بوقتها أنا اللي هلأ بخاف أنا اللي هلأ وأتفوت قدام الكامير لأي دور لأي متحابلة لأنه أنا أحساسي بإني قدم شي اللي ما شلون يعني يحبوه لعنا بس الحمد لله الحمد لله البصمة ما تبعي حلوة لهلأ أكتر دور مثل ما قلتي هو كان أداء دور الأم لدرجة صاروا يندوك الحجة مثل ما عمد قولي يكبروك عبكير هل صارتاً ميت بدور الأم؟ شو الدور اللي كنت تتمنى أكتر التأخذي غير دور الأم؟ أخذت كتير أدوار مسكّلة يعني؟ أخذت هلأ دي كل يوم بعتولي صورة مسلسل أحد المسلسلات أنا تفاجأت بالصورة اللي شلون كنت يعني البصارة هي مع المرحوم اللي توفى هلأ الحاتم علي لا لا أبو الحاتم علي قبل الحاتم يجي ماذا اسمه؟ علاء الدين كوكش؟ علاء الدين كوكش نعم نعم فهاني الروماني مع هاني الروماني ايه الضروب الضيقة بافتتاح التليفزيون نعم أنا كند وكان أول عمل التليفزيوني اللي ندون بالسورية نعم كنا عاملين دور مع هاني وهلأ أحدهم بارح قال لي والله أيامكم ما كان في هذا الفزق اللي هلأ عم تقدموت لونا عم نقدم فزق الأيام يعني شو الشي اللي هلأ فيه مناس بقولك ما بيصير يطلع هذا الأوبر الشاشة هلأ نحكي عن هذول المشاهد وعن هذول القصص بتقولي ليست كل من تجسد دور الأم تمتلك صفات الأمم والحقيقية بالحياة مين بي رأيك غير أنتواني تجسد أجادة دور الأمم وجزء جسد لا يوجد حبيبي يوجد أسماء يوجد سيدة منواصف يوجد سيدة منواصف يوجد سيدة منواصف يوجد سناء دبسي يوجد كثير ممثلات السيدات طبعا فيه يعني ناس بالنسبة يشوفي الأم أحساسة يعني الأم ما هي أم بس أنه أم لا هو الأحساس طبعا يعني أنا مثلا أنا وقت بيجي مثلا أنا شب بيشتغل معي كابني بيبقى عميع وبطني عم يحسوا ابني لهيك بيتصدقوا لهيك تتصدقوا طبعا بين السيدات إن كان منواصف أو سامية الجزائري أو ثناء دبسي وسامية طبعا لا شك إنه سامية من الناس فخورين نحن بأنه فيه أمهات كثير لا حتى الراحلات هالا شوكة نجح فطير هالا شوكة طبعا نبيلة نابلسي وها لحصني كلهم 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 دولة العالم إلها وقتها وإلها محلة يعني كل واحدة إلها بصمة كل بصمة شكل كنتوا تتنافسوا كانت منافس أبدا لا 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 علاقتك فيهم كيف كانت أيامنا أنا شوف دخلت من الستين لهلأ نحنا أنا ما في عندي ولا عدو ولا عدوة ولا عدوة بالبطط فيني أبدا أنا بحبهم كلهم هني بحبهم كلهم وبتمنى من الكل نظلح نحب بعضنا مين كان لقرب منهم لإليك؟ والله كلهم أنا صديقات كنتوا صديقات؟ لا لا أنا أصدقائي شوف لإلك حبيبي أنا بالنسبة إلي كحياتي أنا أصدقائي الفنانين بشوفهم بالشغل قليل جداً اللي في بينه وبينهم علاقات اجتماعية علاقات اجتماعية لأنه نحنا كفنانين ما بنفضل روح سيارات مفاضيين أي يعني أوقات بكون عنا شغل سبعة ثمانتشغر ما بنشوف أولادنا عرفت علي فشلو بدنا نشوف أصدقائنا شكراً لنا اشتركوا في القناة